ايه 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 اهلا بكم سيدتي وسادتي في هذا الفيديو لنخصوه لاحتجاز بعد الحرفي المغاربة في مطار تونس قرطاج قبل عودتهم للجزائر لاتمام عملهم واحتجازهم في ظروف غير انسانية ايه انا لا اتكلم على المنع اللي هو مشي قانوني نهائيا لان الناس خدامين عندك في بلادك منذ سنين منذ مدة تتمنعهم بين عشية الوضوحها باش يرجعوا للعمل يالهم اذا عمل لا انساني ولكن تنسنا في الايام اخيرة في الشهر اخيرة مع الكبرانات ديالجزائر بحالة العمال الشانية ايه الغريب في الامر هو ان العمال جا في الوقت اللي العالم العربي والاسلامي والعالمية في عمام تضامن مع اهل غزة لانهم يتعرضون لنفس الاشياء في غزة في اه في معابر المرور في غزة وبالتالي حتى قبل ما نتكلم على الشيء نتكلم على السلطة التونسية ديال المطار اللي اما اعطاتش لهذا المغاربة حتى قرعات الماء ولا ما يكلوا علما ان تونس ما كنش الفيزا معنا مغاريب وبالتالي كانوا يقولون لهم ما تدوزوشوا ولكن كلهم يديهم اي بلاصة احدى المطار اه الغريب في الامر هو ان تونسا منذ مجيء قيس سعيد الى الحكم مع كل اسف نساوا العلاقة التاريخية منذ بوقيبا مع المملكة المغربية بل افضع من ذلك نساوا النهار اللي في الوقت الحزة مشاء مالك المغرب التونس وجال في شوارعها بدون شرطة وبدون اي شيء ليبين للعالم ان تونس امنة ذاك النهار كانوا التونس عجبوهم الحال وما فهموش كيفاش المالك المغرب يعونهم سياحيا في ذاك الوقت ولكن اليوم اشي كله تنسى انا لا اتكلم عن الشعب التونسي حاشا ولا الصحافة التونسية اللي في المجمل ديالها مع المغرب لكن اتكلم على السلطة الحالية التونسية اللي ضيعت البوصلة ندوزو الجزائري قبل ما ندوزو الجزائري نعطيكم هذا الفيديو دي الجزائري موقف ايطاليا الذي يرخص كل شيء في نفس التوقيت صدق او لا تصدق اسرائيل تمنع الفلسطينيين تع الضفة الغربية باش يدخلوا يخدموا عندها المعابر سكرتهم وفي نفس الوقت الجزائر تتأخذ قرار باش المغاربة ما تخليهمش يدخلوا يخدموا في الجزائر صدق او لا تصدق تعقلكي قلتلكم بيلي اسقاط النظام الجزائري من اسقاط الدولة الاسرائيلية ها هو اليوم تستنتجون ما يقوله طهار يا دين الرب قلت هاكما عندهاش اسمانه قلتلكم بيلي اسقاط النظام الجزائري هو الطريق لاسقاط دولة الاحتلال في فلسطين في نفس التوقيت يا ربك في نفس التوقيت صدق او لا تصدق نعم انه نظام الجزائري ايه غير في هذا الوقت في هذا الوقت ديال اسمبوليك ديال شنو توقع في الغزاق من البلادة من البلادة باش منحيرا في المغاربة لا علاقة لهم بالموضوع لا علاقة لهم بما يقعوا سياسيين من المغرب والجزائر لا علاقة لهم بخضية الصحراء لا علاقة لهم بأي شيء فقط يبحثون على لقمة عيش وماش برتيو تديرو هادشي في هاد الظروف ايه في هاد الظروف هادو مغاربة دامين في الجزائر اذا ما يجريتوا لهذا المغاربة كما يصبح لكم جلي جبل كما يصبح لكم صنعة الحرفة كما يصبحوا بها لنا كما يصبح لكم ولا الظلامية ديال حقد على المغاربة ودى الكراهة كره المغاربة يجعلكم تفقدوا البوصالة نهائيا لا تتعرفوا لا تتعرفوا لا تتعرفوا لا تتعرفوا كما كان الحالة نتنصح أدخوتي المغاربة اللي عالقي في مطار تونس وفي تونس باش يرجعوا البلادهم أرزق بما تزولوش وكلها برزقوه وكاين الخدمة في المغاربة كاين الخدمة في المغاربة وبالتالي ما عندكم ما تقدروا فهذا البلاد اللي بين عشي سنوات ودوحها كلهم يدعوا أي حاجة يا اوكلوجيك ما عندهم حتى منطق في دماغهم المنطق من يجا يضعوا في العالم من سل الجزائر زاهع زولهم الخارطة أي منطق ما كاينش تونسى السلطة التونسية ماشية معاهم في الخط معاكل أسف ماشية معاهم في الخط معاكل أسف يحسرتاه على تونس يحسرتاه على متقفي تونس يحسرتاه على على التونسيين اللي عشنا معاهم حياتنا كلها في أخوة وفي ود وفي حب وفي عطف وتعاطف يا أحسرتاه وأختار الجزائرين ما عندهم مشكلة مع الشعب الجزائرين نهائيا كاين بعض الشباب معاكل أسف اللي دخل لهم المؤامرة في ضماغهم وأكين هناك جزائريين خصوص الجزائريين اللي عندهم حرية تعبير واللي قد يدويوا واللي ما عندهم مش المتراقة فقراصهم اللي عايش في أوروبا الأكترية منهم اللي تقولوا الحقيقة واللي تسنكروا كل ما يقعوا الجزائرين منهم ريبيكا ريبيكا معروفة في في تيك توك وفي تويتر واللي قال سنة المقطع الجميل كل عام نسمع كينا مؤامرة أنا ما جامشت مؤامرة أنا يا مؤامرة واحد ما سمعها الدنيا وكل عيفتنا خايفة قعج شكون يجي تآمر علينا يرحم بابك على وهي تآمروا ديجا على دقلة نار حتى بالبترول والغاز قريب يخلاصوا على وهي تآمروا على جمال بسكرا الدولون خلت تاعوا وش بيهم هاذا وش بيهم ما عايشين الشعب فلك كانوا مؤامرة علي دا تحس بيه هههي كوريا الشمالية ما كان حتى مؤامرة اتمس خير أنا كان في عمري 12 سنة بدأوا يقولوا المؤامرة أنا مش حتى مؤامرة كيف ما كان الحال نتمنع الله باش أكثر يم الشعب الجزائري تفيق من نظرية المؤامرة وترجع الوعي إديالها وكيف ما كان الحال طالت الظهر والقصر نظام العسكر في جزائر سينتهي وسنؤسس المغرب الكبير إن شاء الله إلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر